علمية ماتيماتيكية. واضح. ونسلموا على بينجو وطلع علينا اهول مرة. ايه مرحبا بي. فالصيف مرحبا بيك يا اه بينجو شكرا للناس الكل على المتابعة اه الهناي بو البابا سلم وحنا مباد وبينجو قال يخدم مرة و بو البابا بشي حكي على كتاب ها دونك اه بش نحكيه شو اخر على كتاب اه بو البابا لكن قبل اليوم اه حماس تطلب من السلطة في الظفة الغربية بانها تقول ندعو قيادة السلطة وحركة فتح لوقف تغول الاجهزة الامنية على شعبنا ومقاومينا و الى دعم جهود تحقيق وحدتنا تقول حماس استمرار اجهزة السلطة بالظفة في ملاحقة المقاومين ومصادرة سلاحهم وكشف وتفكيك العبوات هو تناغم مع الاحتلال. صحيح هو وهنا لأول مرة يلتقي موقف حماس مع موقف فتح حتى موقف فتح في الظفة نفس الشيء انتقدت بشدة سلوك السلطة الفلسطينية وطالبتها بوقف التنسيق الامني الغاء التنسيق الامني بعد ما صار معناها يعني من غير ممكن الآن مطاردة المقاتلين الفلسطينيين ومقاومين الفلسطينيين ضد الذين يقاوموا مشكونهم يقاوموا الاجرام الصيوني في الظفة هراء وفم انتهاكات خطيرة جدا. انتي شفت اشتوه هاو الممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الظفة الغربية. معنا ممارسات فاشية. معنا حرق السيارات انتهاك المنازل سرقتها تدميرها بدون ردع ولا وازع. تو ساعات تسمع والله في دول اوروبية انه ندد بممارسات. السلطة الفلسطينية ما شفناش معنا شفت حتى الاجرز الاسرائيلية الاجرز الامني الاسرائيلية ما قامت حتى عملت وجههم الناس هذوم تتفرج عليهم في الوقت اللي السلطة الفلسطينية تتابع المقاومين اللي قاتلوا الدفاعا عن الشعب الفلسطيني ويقاتلوا ووجهوا بندقية متاحهم نحو العدو الصهيوني. عنها والله هذا موقف معيب. تو احنا في في الوقت هذية بالحق معناها ترى فهم اللحظات في التاريخ. انا والله يعني احنا الزعيم يسر عرفات احنا علش لقب خلال لقب الزعيم هو. دي اخي اتفاق اوصله كان باشرفه هو. مم. ويسموه الفلسطيني الختيار. مم. زعيم يسر عرفات اللي وقع بنفسه. قال منا في اول الانتفاض الفلسطيني. الغى التنسيق الامني. وكان يحمي في المقاومين. وكان يحمي في قادة فصائل المقاومة. عمره ما ادانهم. كان يحمي فيهم. وساعات يعتقلهم يحطهم في في الفيستيشن باش ما تعتقلهمش اسرائيل. حتى لن تنتهي الموجة وبعدك يسيبهم. معناه كان يناور بهذا. عرفت لانه هذك معناه بيغصن الزيتون وبالبندقية. ما عملش خيارات. معناه في النهاية يعرف ما هو المشروع الصهيوني. وهو توا محمود عباس. توا على اقل تنتي محمود عباس كالسلطة فلسطينية. وشاركت معناه كل الفصائل الفلسطينية في مؤتمر بيكين بتاع المصالحة. كما يشاركوا في مؤتمر جزيرة. على اقل خليل في بيكين. تي على اقل نفذوا. ما تفق عليه في اتفاقية بيكين. موش يقع عملوا حكومة معناها فلسطينية موحدة تدير الضفة وغزة ولي تقطع الطريق على اي معناها مشروع صهيوني لغزة بعد الحرب. وهذا كان كيفش يفكروا الصينيين هم وفكر. شو الصينيين درم حتى هما لهي بالمنطقة. لدي يشوف الصينيين. طيب مؤخرا. الصينيون يتحدثون قال لك الحرب على غزة اجلت المشروع الامريكي في 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 الصيل لعام كامل. ام. يعني شوف كيفش تفكر الصين وكيفش تفكر روسيا. معناها رأوك عبارة امريكا اللي كانت ربما لو لا حرب غزة لكانت الوجهة في حرب الروسية الاوكرانية وجهة اخر. ولا كان الوضع نفس الشيء في اه معناها في المواجهة التايوانية الصينية لها شكل اخر. معناها المعركة في غزة هناك تصور غزة هذا الفصيل. معثرت كل الوراق. معثرت الوراق قال الصينيون اجلوها عام كامل. خلوه عام كامل امريكا اجلوا مشروعها في في الصين وفي مواجهة الصين. اذا اللي هنا علق لي نفذوا اتفاق بكين اللي هو فيه نقطة مهمة تفق عليكم اللي هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الجميع تحكم الضفة وغزة وتعطي مشروع ورسالة للعالم اننا موحدون وتقطع اي معناها مجال للصهاينة من ان يدبروا بعض المشاريع مع بعض المطبعين العرب والمستسيبين العرب لادارة غزة بعد الحرب. اذا فبالتالي هذا مقام مش به. اما ملاحقة معناها المقاتلين الفلسطينيين المقاملين هذا عار. رو عار بالحق. عار على السلطة الفلسطينية. عار ان ستين الف شرطي فلسطيني تصبح مهمتهم مش الدفاع مش مواجهة المستوطنين وهمجيت المستوطنين. تصبح مهمتهم هي ملاحقة ابناء بلدهم اللي قاوموا في الغطرة السلسيونية. الضفة الغربية راي ماش محررة محتلة. الضفة الغربية مش ممكن تكون محررة. رو لما تشوف انت الخريطة بتاع الضفة معناها الزون او بي وسي. في وسطها. واللي فيها مليون مستوطن. واللي تم فيها مؤخرا كيف معناها اقتطاع جزء كبير مش تكون معناها لحداث مستوطنة كبيرة. معناها وما زال نتحدث عن التنسيق الامني. وما زالنا نتحدث معناها عن ملاحقة المقاتلين الفلسطينيين اللي قاتلوا في الجرفات الصهيونية في الاقتحامات الصهيونية. والله تعرف سيادة العميد والجميع يعرف مناها. لما دخل الزعيم ياسر عرفات الى غزة. وتجاوز الجنود الصهاينة. الحدود المتوافق حولها وقتها في تلك الفترة. امر الزعيم ياسر عرفات السلطة الاجهزة السلطة الاجهزة 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 الامنية السلطة الفلسطينية باطلاق الرصاص عن الجنود الصهاينة. امرهم باطلاق الرصاص عن الجنود الصهاينة. اللي هو مش الوضع اليوم سيد العميد. شوف انا خليني نرجع شوية بركة للجميع اللي يفهم المعادلة 24 ساعة الفيتا الصور التي رأيتها كعسكري اقسم بالله انها دليل ان المقاومة مش بخير بقى يعني مش بخير فقط لما رأى الطريقة التي يتحرك بها يعني الكتاب بصفة عامة سواء من قسام او من الجهاد الاسلامي وثقة في النفس وضيقة الرمايات يعني الراحة التي يتحركون بها مش انسان من خائف او ودقت رميت راول برح تي بيجي دخلها من ثقب شافوا عمارة مقابلة ثقب تي بيجي هذية راهي مش هي رصاصة مش قناصة هي اذا اذا انا ابشر لجميع انا كلام الامريكية هذية من وزارة الشؤون الخارجية اللي قلته برحة ظهر على الميدان لمدة 24 ساعة الفيتا بعدها الدب بيت تضرب جنود تسحق طائرات تنزل من روحيات بلاك هوك اللي هي بتاع الاسعاف تنزل في كل مكان رفح قلبها الحجر ولم يعثر على شيء قالوا اربعة كتائب وسنقضي عليها رابع مرة يدخلون يحاولون الدخول الى خان يونس ويفشلوا اذا ما هي النهاية النهاية ان المقاومة بخير وان انا اقسمت ان لو يتواصل حتى سنوات اخرى سيقاومون هي العملية الكلشنية هي العملية هي فقط ما يدمي القلوب ايبادة العزل من نساء واطفال اما لو كانت قتال رجل لرجل وكان قتال جيش مقابل كنا معنا نقضوا سنوات وسنثمنوا هذا لكن المشكلة الوحيدة هي المعظة هو انهم يستغلون هذا القتال لقتل الابرياء والتنكيل بهم هذا هو المشكلة لكن انا ابشر الكتيبة وابشر كل ما نستمع فينا كعسكري واجزم وليس رمي وروت ولا مبالغة في الكلام ما رأيته في الاربع وعشرين ساعة الاخيرة يدل على ان المقاومة في اوجهة وان القذائف التي رأيتها تخرج ورأيت صواريخ بعيدة المدى سبعين كلمتر ام تسعين ورأيت تي بي جي ورأيت الهاون ورأيت القناصات اذا في 24 ساعة فقط هذا لو نتكلمه ورغم ما قالوا الاسرائيون وسبعين الف طن يا ابو البابا سبعين الف طن راهوا عشر اكثر من عشر مرات ما القي على المانيا في نهاية الحرب لتدمير المانيا مش تفهموا القدرة والاعجاز الالهي وقدرة المقاومة على الصموت في هاتي الايام السوداء وحتى من عندهم الاعلام العبري ها ايرتس تقول حرب الكيانة على غزة هو الاكثر دموية خلال القرن الواحد والعشرين الصحيفة العبرية تتحدث في التحقيقها اللي نشرته مساء يوم الاربعاء تقول الجيش العدو قتل كثير من الفلسطينيين في المناطق التي سبق أن اعلن أنها امينة وهو ما يخالف كل اخلاقيات العسكر والجيش تشير إلى أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة منذ خلال 10 أشهر من الحرب وهو ما يمثل نسبة 2% من مجموعة السكان البالغ نحو 2 مليون نسمة تحدثت على أنها الحرب الأشرس والأكثر دموية 4 ألف شهيد شهريا بالأرقام تقول بأن الحرب هذية يمكن أن تعتبرها الأكثر دموية هذا الشق لغير متطرف ها أرتس هذين ها أرتس أحرص على الكيان من المتطرفين لأن يعرفوا هذوما ناس وراهم خبراء وراهم استراتيجين ويعرفوا الحقيقة ويعرفوا أن دولتهم اسمها بالفرنسية اليوم الدولة المارقة بالنسبة لأمم المتحدة وبالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لأحرار العالم هي كيان سيوني أصبح دولة المارقة ويعرفون ما هو مصير الدول المارقة في العالم لم يسجل التاريخ يعني بقاء أي دولة مارقة في العالم هل الدولة المارقة أخر دولة مارقة نذكر كيف هذو أخر ده ما كانت جميل أفريقيا دولة مارقة أين نظام الميزة العنصري الذي قتل ومزق ومعناها أهانى السكان الأصليين أين اليوم نظام الأبرثايت يعني في جنوب أفريقيا هذك عليش قلت راه لا بد أن يستفيق العالم لأنه شفت وقت العالم وكل ثار ضد النظام جنوب أفريقيا نظام الميزة العنصري لكن اليوم لم يتمكن العالم حتى العالم الحر من فعل أي شيء لأنه حذرت قلت راه قد تمكن الصهاينة على مدى العشريات الماضية من السيطرة على العالم وقد بدأت اليوم كل الحرار العام بدأت يعني الشعوب الحرة تستفيق من هذه الغفوة وتفطنت حتى في فرنسا اليوم حركة كاملة تفطنوا أن أعلامهم وبنوكهم وأموالهم وأن فرنسا لا تملك حتى أن تقول كلمة واحدة معناها لنقد الصهاينة والكيان الصيوني إذن شفت وأن كنا ونصبحنا عليش رأيها هارت هذه رأي صحيفة عاقلة لأنه يمثلها الشق العاقل ما تبقى من الشق العاقل بول بابا سالم الصحيفة العبرية هارت تقول في التحقيق بأن مثلا نتنياهو دقب على اتهام المجتمع الدولي بالنفاق